باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا والآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر